سمحت سيد لماذا هذه الحملة الشرسة على المغني محمد رمضان مع العلم أكو أشخاص وأماكن أفسق من مثل الملاهي وإلى آخره يقصد يعني في العراق موجودة يتساءل ليش صارت هذه الحملة يعني أنا ما أود أدخل في هذه الأمور أصلا يعني هذه القضية ما يعني لست في وادي الحديث عن هذه وما أحب أن أجيب على هذا السؤال ولكن الأخ علي حال طرحه وما كان مفروض يطرحه ولكن عموما شو حبيبي المسألة اللي حصلت نعم هناك منكر مضاعف في الملاهي وغير الملاهي منكر مضاعف موجود ولكن هذا المنكر الموجود في الملاهي هل أبرز بهذا الشكل؟ أبرز يعني؟ يعني في الملها عشرة آلاف واحد يحضر؟ عشرة عشرين ثلاثين نفر في ملها مغلق وكاتبين عليه مثلا دخول دون ثمنطعش ممنوع مثلا هذه هم بعد حسب تعبيرنا بشيطانهم ووضعهم أما تجي فرد مهرجان مفتوح على رؤوس الأشهاد مكان بث مباشر ونقل مختلف وحركات غير متزنة وغير مناسبة هذه أصبحت حالة من حسب تعبيره حالة من إظهار الفساد وإشهار الفسق الفسق والفساد إذا شهر وأعلن وصار بهذا النحو هنا لابد أهل الحق أن ماذا يقول أن هذا باطل هذا غلط هذا اللي صار له جوانب كثيرة قلت أنا ما أحب أتكلم عن هذا القضية بخصوصها لأن صار كلام كثير عليه حال واستغلت استغلالا باطلا ولكن عموما هذه القضية في الواقع إلهم مداخلات كثيرة الحضور الغفير التصديط الأضواء بشكل كبير الأموال اللي صرفت هذه كلها كان إلها جوانب سلبية كان لابد لأهل الدين أن يبينوا أن هذا غلط وهذا مو ظاهرة جيدة وهذا ظاهرة خطيرة لشبابنا وفتياتنا أما الملاهي سادين الباب للصبوع خلي هذا إحنا شنو دخلنا بالموضوع لذلك إحنا ما ندخل إلى الأماكن الخاصة اللي فيها المنكر المنكر أن لا يشهر المنكر أن لا يعلن أن لا يكون بهذا النحو نعم وإلا على حال كلام كثير في هذا المجال